أحد اختبارات اللامعالمية التي تستخدم للمقارنة بين وسيطي عينتين مستقلتين ولتنفيذ هذا الاختبار نقوم بالنقر على قائمة المهام الرئيسية Anuride ثم نختار Num Parametric Tests ومن ثم نختار بجاسي Dialogues ومنها نتوجه إلى Two Independent Samples بالنقر على هذا الخيار بيظهر صندوق الحوار Two Independent Sample Tests لدينا قائمة بالعلامات ومتغير الجنس طلاب وطالبات ندخل المتغير الأول Marks إلى Test Variable ثم نقوم بتصنيف هذه العلامات من خلال Agenda وتغير الجنس بعد نقله إلى Grouping Variable وتعريف حدود المتغير بالقيم واحد واثنين كما سبق تعريفهم عند إدخال البيانات بالنقر على Continue والتأكيد على اختبار مان وتني المقارنة بين وسيطين العينتين في العلامات السابقة ثم نقر على زر التنفيذ OK بينتج جداول النتائج المتمثرة في جدولين الجدول الأول كما نرى حبارة عن معلومات عن العينات فعينة العلامات للطلاب الدكور تحتوي على سبع علامات بمتوسط رتب 7.2.1 ومجموع الرتب 50.5 الطالبات حجم العينة سبع علامات للطالبات متوسط الرتب 6.75 ومجموع الرتب 40.5 الجدول الثاني يوضح معالم الاختبار حيث قيمة دالة الاختبار مان وتنيو 19.5 كما أن قيمة اختبار ويركسون W40.5 نهتم الآن بقيمة الدلالة على اعتبار الاختبار باتجاهين كدالة بديلة قيمة الدلالة للاختبار 0.8 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5% لذلك نقبل الفرضية الصفرية أي أن وسيطي العينتين متساوي ولا يوجد فروق دلالة إحصائية بينهما ترجمة نانسي قنقر